بسم الله الرحمن الرحيم عشرة أخطاء يرتكبها الناس في أضحياتهم فتضيع ثوابهم أو تنقص منه وبما أننا أمة البلاغ عن الله ورسوله فحتى وإن لم تكن مضحيا أخي فاسمع هذا الكلام جيدا وبلغه لغيرك إما بنقله وإما بالمشاركة حتى نتشارك الأجر سويا إن شاء الله رب العالمين الخطأ الأول إعطاء الجزار أجرته من الأضحية وهذا يحدث وللأسف من كثير من الناس بمعنى ما قيمة أجرت الجزار الذي يزبح الأضحية ونقول مثلا أنها مئة جنيه بدلا من أن يعطيه المئة جنيه ينظر ما يساويها من لحم الأضحية فيعطيها له بدلا من أجرته مثلا يعطيه اثنين كيلو وفي ناس طبعا بتعطيه الجلد مع اللحم كل هذا لا يجوز أيها الأحبة وكل هذا منهي عنه روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعطي الجزار أجرته من الأضحية خلي بالك الكلام واضحة سيدنا علي رضي الله عنه يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعطي الجزار أجرته من الأضحية قال لا جلد ولا لحم ولا عظم يعني الجزار ما يخدش أي حاجة من الأضحية على سبيل الأجرة طب افرض يا مولانا على سبيل الهدية لا يجوز على سبيل الهدية يجوز افرض انت بعد ما استوفيته أجرته وأعطيتها له في يده كاملة مكملة أعطيته على سبيل الهدية الجلد مثلا أو شيء من اللحم لا يضر ذلك إن شاء الله إنما المنهي عنه أيها الأحبة أن تعطي الجزار شيئا من الأضحية على سبيل الأجرة له الخطأ الثاني أن تزبح الأضحية أمام أختها وهذا أيضا منهي عنه مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جزار يزبح شاة أمام أختها يعني إيه الأول شاة أمام أختها يعني قيب الشاه أعزك الله أو القيدي وبيزبحه وأمامه شياه أخر أو أمامه جري أخر المنهي عنه أنك أنت لا تزبح أمام أختها وإنما تفصلها عن أخواتها عند الذبح مر النبي صلى الله عليه وسلم على جزار وهو يزبح الأضحية أمام أختها فنهاه عن ذلك وقال له يا رجل اتق الله ولا تزبح الشاة أمام أختها أتريد أن تزبح هذه مرتين يعني الوقفة دين تعز البحة مرتين مرة وهي بتشوف أختها بتدبح ومرة أخرى حين تزبحها فعلا وصراحة إذن هذا هو الخطأ الثاني الخطأ الثالث عدم حضور المضحي لكي يجهد أضحيته وقت التضحية بها وهذا أيضا خطأ يرتكبه كثير من الناس بمعنى أنه يضحي بس وقت الأضحية لا يشهد يعني يكون في حد غيره مثلا من البيت مع أن الأضحية أضحيته وهذا أيضا لا يجوز بل ينبغي أن يجهدها وأن يقف بنفسه وحبز لو مارس هو الزبح بنفسه ده كمان يكون أولى له بإيده يعني بإيده غير الجزار لكن على الأقل إن لم يستطع أن يذبح بنفسه فعليه أن يشهدها وقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك قومي واشهدي أضحيتك فإن لك بأول قطرة تنزل منها أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقالت فاطمة رضي الله عنها يا رسول الله أهذا لنا نحن أهل البيت خاصة أم لنا ولجميع المسلمين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل لنا ولجميع المسلمين يبقى جماعة الخير المفروض المضحي يقف على أضحيته ويشهدها حتى يأخذ كامل ثوابها بأمر الله سبحانه وتعالى طيب الخطأ الرابع أن تضحي قبل صلاة العيد وهذا منهي عنه ده بضيع سواب الأضحية جملة وتفصيلة اللي بيضحي قبل صلاة العيد لا أضحية له هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى قبل صلاة العيد فلا أضحية له وإنما هي طعمة يطعمها يعني كأنه إيه قب حاجة كده حيكلها في البيت وحيوزع منها للناس عادي إنما لا يأخذ أجر وسواب الأضحية إلا إذا ضحى بعد صلاة العيد وللضمان حتى بعد الانتهاء من خطبة العيد أعاد الله علينا وعليكم الأعياد جميعها بالخير والعافية واليمن والبركات طيب الخطأ الخامس أن يأخذ المضحي شيئا من شعره أو أظافره أو بشره قبل الأضحية وده ما إيه معنى؟ إنه بمجرد ما يهل العشر الأول من شهر زي الحجة لو أنت ناوت ضحي ووهبت الأضحية ونذرتها لله سبحانه وتعالى يعني عملت حسابك إنك هالضحي لا تحلق شعرك ولا تقص منه شيئا ولا ذقنك ولا تقص أظافرك ولا تأخذ أي شيء من شعرك وبشرك أكرمكم الله سبحانه وتعالى إلا بعد الانتهاء من الأضحية يعني لو هالضحي مثلا في اليوم الأول وهتعد العشر تيام لو هالضحي في اليوم الثاني وهكذا آخر كلم المهم أنت بعد ما تنتهي من الأضحية بتاعتك بوقتها بقى عايز تحلق تحلق أو عايز تعمل اللي نفسك فيه تعمل نفسك فيه وهذا الكلام بعض الناس يظنوا أنه ينطبق على الحجاج حجاج بيت الله الحرام فقط لا هو ينطبق على الحجاج وغير الحجاج على جميع المضحين في العيد بارك الله فيكم طيب الخطأ السادس بيع شيء من الأضحية وده يعني بيحصل برضو ممكن مش كتير يعني لكن هو بيحصل فينبغي أن ننبه عليه أنه بعض الناس يعني بعد ما يضحي يأخذ شيئا يوزع شيئا عن الفقراء والمساكين ويتفضل جزء فيبيعه لا طبعا لا يجوز أن يبيع المضحي شيئا من أضحيته ولا حتى بالوكالة عن غيره ليه لأنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال لا تبيعوا شيئا ده كلام مين كلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا شيئا من لحوم الأضاحي وإنما كلوا منها وتصدقوا كلوا منها وتصدقوا فهي إيه الأضحية دي للأكل والصدقة والهدية فقط إنما ليست إيه ليست ليه البايع طيب شراء اللحم ده الخطأ السابع يعني شراء اللحم وتوزيعه على أنه أضحية أنت تشتري الجدي حي أعزك الله تشتري إشات حية وبعدين تضحي بها في بيتك إنما كون إنك أنت تشتري لحم جاهز متقطع يعني تمام وجاهز وبعدين توزع على أنه أضحية لا طبعا لا ليست أضحية إنما الأضحية أحبة فيلاك بقيت لكم أن تشتري البهيمة حية ثم تقوم بعد ذلك بالتضحية بها وتوزيعها إذن شراء اللحم وتوزيعه على أنه أضحية هذا خطأ ولا يحسب لك أضحية أصلا الخطأ السامن تعليق قرون الكبش على باب البيت أو مدخل الشقة لسه في ناس عايش في الجهل ده بعد ما يضحي ياخد قرون الكبش الأضحية أعزك الله وبعدين يعلق على باب البيت ليه؟ عشان ترد الحسد وتمنع العين وممكن يعلقها على مدخل الشقة طبعا كل ده جهل وخرافات وبدعها بتضيع أصلا سواب الأضحية بتضيع أصلا سواب الأضحية لا لا يصح تعليق قرون الكبش على باب الشقة ولا مدخل الشقة ولا زيل الأضحية ولا الخرافات التي يفعلها بعض الناس وللأسف طيب الخطأ التاسع تلطيخ اليد أو الحائط بدم الأضحية وده برضو الناس بتعملها أولاك عشان نمنع الحسد يا عم حسد الله تمنعنا بالقصة دي الحسد ده له طرق شرعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت في القرآن الكريم وردت عن الصحابة والتابعين وأهل العلم والفضل لما أنت ما تختلعش في البدع دي واحد بعد ما هو ودم الأضحية سائل هو برحمة خمس كده وعلى الحيط وعلى مشعار فيه لا طبعا هذه برع وجهل وضلالات يعني يجب علينا أن نتخلص منها بعد انتشار العلم والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخطأ التاسع تلطيخ اليد والحائط بدم الأضحية وهذا لا يجوز الخطأ العاشر والأخير الذي يضيع أيضا ثواب الأضحية جملة وتفصيلا التباهي والتفاخر بها أمام الناس واحد النهار ذي أنا هفدي السندي عقل أنا هفدي السندي عقلين أنا هفدي السندي جمل أنا هفدي السندي مش عارف كم كم ويقعد بقى يتكلم وينادف كل مكان وكل حتة من باب التباهي والتفاخر ومراءات خلق الله أي عمل مش الأضحية بس أي عمل يدخله الرياء لا يأتي لك منه أجر ولا سواب إنما ربنا يوم القيامة يقول لك أجرك خزه أجرك خزه من الذين رأيت وتفاخرت وتبهيت أمامهم إذن جماعة الخير لا ينبغي أن نتباهى ولا نتفاخر بالأضحية وإنما هي هبة نقدمها لله سبحانه وتعالى ونسأله الأجراء والسواب هذه هي بعض الأخطاء التي ارتكبها الناس في أضحياتهم كما أقول لك أخي الكريم لا تبخل بمشاركة هذا حتى يعرفه الناس حتى وإن لم تكن مضحيان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته